موسيقى مشاهدنا الكرام اهلا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي نجريه على هامشي منتدى العراق الذي يستضيف مجموعة من صناع القرار وصناع السياسات والباحثين مراكز دراسات كتاب إلى آخره ليكون الرأي العام وكل هؤلاء على مقررة من الأحداث الأخيرة وتطوراتها أبرز تلك الأحداث هي موضوعة اتفاق سنجار نناقشه مع ضيفنا الفريق أول جباريا وللأمين العام السابق لوزارة البيشمرق مرحبا سيادة الفريق أهلا بك في اليو تيفي مرحبا سيادة الفريق يعني بوضوح إلى أي درجة يمكن القول بأن اتفاق سنجار قد فشل وينبغي طوي صفحة لبحث عن منفذ آخر لإصلاح الوضع هناك أنا أقول بطريقة أخرى أنه لم ينفذ منه ولا فقرة واحدة لحد الآن يعني لم يفشل مئة بالمئة لحد الآن وإنما لم تتمكن لا الجهات الحكومة الاتحادية ولا فيها الإقليم من تنفيذ فقرات الاتفاق الذي عقد حول سيجار لحد الساعة ولكن هناك تأكيدات من قبل الحكومة الجديدة بأنه سوف يعملون من أجل تطبيق فقرات الاتفاق ولكن لا نعلم هل يتمكنون على ذلك أم لم يتمكنون يعني حسب التصورات لأنه منذ ثلاث تصور ثلاث سنوات تقريبا هو صار لسنتين ونصف الاتفاق من وقع نقترب من ثلاث سنوات نعم على وشك في أكتوبر القادم ثلاث سنين ثلاث سنين ولم يطبق لحد الآن على واقع الحال يعني نصفه أنه معطل وليس فشل وانتهي هو موقع فقط يعني موقع فقط عليه للنقاط يعني ليس فقط ما بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية وإنما كانت الأمم المتحدة أيضا طرف في التحالف الدولي والتحالف الدولي يعني كانت بلاس خارد وأيضا تحالف الدولي لهم دور في النقاط الاتفاق الموضوع ولكن كما قلت يعني أتصور بأن نقاط الاتفاق الموجودة على الورق مثل ما قلته اليوم أيضا في الحوار ضمن جلسة في الحوار في منتدى الحراق كما سمعنا يعني أن القرارات أو الاتفاقات في حالات عديدة لا تنبع من الواقع لذا لا يمكن تطبيقها على الواقع يعني ما كان اتفاق سنجار اتفاق واقعي؟ نعم يعني لماذا؟ نعم يعني يجب دراسة وضع سنجار من كل النواحي سنجار هي منطقة صغيرة يعني سنجار قضاء نعم تابع للموسط وجبل 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 ولكن سنجار من كل النواحي منطقة معقدة يعني من الناحية الطوبوغرافية نعم منطقة معقدة قريبة من الحدود السورية نعم وأيضا قريبة من الحدود التركية هذا أولا يعني ثانيا معقدة من الناحية العسكرية نعم فيها قوات مختلفة فيها قوات للجيش فيها قوات الشرطة الحجد الشعبي قوات محلية من إيزيديين أنفسهم نعم ولهم تسمية خاصة بككة نعم يعني فيها من حزب العمال قوات ما يستنجار حتى يبشة يبشة يعني محلينهم محلين يعني اليبشة وأيضا حتى فيها قوات البيشمرقة تابع لي وزارة البيشمرقة فيها اللواء موجود في منطقة جبل طيب إذا أردنا أن يحمل أحد سيادة الفريق نعم مسؤولية إذا ما اتفقنا على أنه فشل سمينا تعطيل هذا الاتفاق من المسؤول عن هذا التعطيل يعني أي جهة من الواقع كما قلت يعني يا أخي زيد الواقع يعني الواقع في سنجار هو الذي له الدور الكبير في تعطيل يعني تنفيذ الاتفاقية كما قلت لم يعني أطلب المعذرة من الذين وقعوا الاتفاق أو أتصور بأن الاتفاق كان عملية سريعة لم يتم دراسة الواقع يعني الاتفاق غير ناضج الواقع الموجود يعني معقولة أربيل ما تعرف واقع سنجار معقولة حكومة الكاظم ما كانت تعرف واقع سنجار التحالف الدولي قوة عسكرية مهمة على السماء وعدها قوة كل جهة ترى واقع سنجار من جانب تفكيرها أو من منظورها أو من مصالحها الخاصة هناك صراع على سنجار صراع كبير أقليمي أولا صراع أقليمي موجود على سنجار لأن تركيا تعتبر منطقة سنجار هو تهديد لها تهديد لأمن تركيا وفيها قوات هي معارضة مسلحة ضد الحكومة التركية ثانيا تعتبر تركيا سنجار بأنها منطقة ربط ما بين مناطق شمال سوريا يعني بين قوات هسدة يعني قوات سوريا الديمقراطية مع سنجار هذا ثانيا وثالثا تعتبر جبل سنجار كجبل قنديل بأنه معقل حصين وهو ما تفعل معقل حصين لحديث عن ماشكرات وقناة الكردو الثاني هذا واحد ثانيا لبعض الجهات الموجودة في سنجار هي مصالح الخاصة مثلا الأيزيديين البعض منهم يريد أن أن يحفظ فقط مصالح الأيزيديين ولا يريد أن تكون هناك قوة أخرى سياسية وعسكرية تتحكم بهم مثلا يعني هناك تنافس ما بين الأحزاب على سنجار لماذا خاصة لكن الأيزيديين ما اعترضوا على الفصائل المسلحة الموجودة نعم ضمن قوات الحج الشعبي بينما مثلا اعترضوا على وجود القوات البشمرق على سبيل المثال أو على القوات الاتحادية أو الجيش اللي هو أيضا أكو قوة صغيرة موجودة فيها هذا هو هذا موضوع الصراع لأن هناك صراع بعض الجهاد من الأيزيديين لهم صراع مع بعض الأحزاب في إقليم كولستان العراق هذا معروف لأن كما تعلم كل الأحزاب السياسية لها حصة يعني بين الأيزيديين وهناك تنافس بين هذه الأحزاب بأن يكون الأيزيديين من ضمنهم خاصة كما تعلم بأن أصوات مقاعد مجلس محافظة الموصل في المحافظة أو في المجلس النواب العراقي هو مهم بالنسبة للأحزاب السياسية وخاصة الموضوع في إقليم كولستان هناك تنافس ما بين الأحزاب على أصوات الأيزيديين من مقاعد موضوع سياسي سياسي هذا إذا جوانب سياسية هل يعني بمعنى آخر سياسة الفريق بأن هناك إرادة سياسية لفرض واقع جغرافي سكاني على هذه المنطقة لتثبيت هذا الديمغرافية جديدة على سنجار نعم نعم كما قلت هناك صراع ما بين مجموعة يعني مو بس إقليمي أو عسكري لا مو فقط إقليمي أو عسكري مو فقط ما بين يعني هذا الصراع الإقليمي الذي وصفته أو الخطر الذي تصوره تصوره الحكومة التركية على أمن تركيا من مناطق سنجار وأنما هناك صراع داخلي في سنجار هناك صراع خارج سنجار من إقليم كردستان يعني بين الأحزاب السياسية هناك صراع ما بين الأحزاب في الإقليم أو الجهات في الإقليم أو الإقليم مع الحكومة الاتحادية حول موضوع سنجار يعني هذا كله حتى هناك صراع على موضوع الإدارة يعني كيفية إدارة سنجار في ظل هذا التعددية العسكرية والأمنية نعم لحدنا ليس هناك اتفاق على يعني تنسيب قائم مقام لقباء سنجار هل هناك يد أقليمية تمنع الاستقرار في سنجار يعني بشكل أو بآخر تمنع تنفيذ اتفاقية سنجار طبعا يعني هناك كلام على موضوع بأن السنجار يعني هذا كله تحليلات بأن السنجار سوف يكون ممر لطريق الحرير الذي يمر بسنجار ويربط إيران بسوريا أو الخط الحرير الإيراني الخط الحرير الإيراني كما يقولون يعني كما هناك يعني ما العلاقة كما يقولون معلومة من جنابك سياسي لا أنا أيضا أنا أسمع بهذا رأيك رأيك هذا رأيي شخصي كما قلت يعني موضوع سنجار قضاء صغير ولكن سنجار فيه مشاكل معقدة جدا هي التي تمنع حل مشكلة المواطنين العزل الإيزيديين الذين يجدون يعيشون يعني الأهالي أصبحوا يعني أداة بيد هؤلاء هؤلاء الذين يتصارعون على سنجار هناك صراع على إدارة سنجار من هو يكون مقايم قام من الإيزيديين من طرف الحزب الديمقراطي أو من طرف الحكومة الاتحادية أو من طرف الاتحاد الوطني أو غير من ذلك هناك أكو خلاف ما بين البارتي واليكتي على وضع سنجار نعم نعم كما قلت يعني حتى هناك كما قلت صراع بين الأحزاب الكردية والكندسانية المؤكدة في الإقليم يعني هناك نظرات مختلفة وشنو نظرة اليكتي نظرة مختلفة للسنجار وشنو نظرة البارتي لسنجار تعلم أن الأحزاب دايما تسعى بأن وضع مقاعد نعم يعني أن يكون لها امتداد سياسي في هذه المناطق وخاصة الموصل الموصل مهم بالنسبة للأحزاب في إقليم كونسان العراق والموصل مهم بالنسبة للعراق بصورة عامة وأيضا بالنسبة للعراق وسوريا وأيضا بالنسبة للعراق وإيران واقع الجغرافي والسنجار والسنجار من ضمن هذا الواقع الواقع العام للموصل يعني كما تعلم هناك مثلا الذين تركوا سنجار يعني بعد اشتياعها من قبل داعش في عام 2014 يعني هناك مخيمات مخيمات للإيزيديين موجودة في مناطق بإقليم كونسان بها العشرات الآلاف من الإيزيديين الموجودين كما تعلم هؤلاء العشرات الآلاف الموجودين ضمن المخيمات السكنية الموجودة في هذه الحالة في حالات خاصة للتصويت عندما يكون هناك تصويت يعني معارك انتخابية معارك انتخابية للمحافظة لبرلمان الاتحادي لذا فأن هؤلاء الأصوات لهم أهمية عند الأحزاب السياسية مثلا وزيرة الهجرة في العراق ذكرت ذلك بصورة واضحة قبل مدة كان لها تصريح وقد كان هناك احتجاجات من قبل الإقليم حول تصريحات التي صدرت من وزيرة الهجرة حول موضوع منع المهجرين من العودة إلى سنجار لماذا؟ لأنه لو عادوا إلى سنجار سوف لا يتحكم أي حزب سياسي بأصواته إذن هو المهجر الانتخابي نعم هذا موضوع باب من أبواب الخلاف حول هذا ولكن هناك أيضا مواضيع أخرى واقعية متعلقة بأصل قبل كيفية عودة المهجرين يعني كيف تطبق قانون يعني اتفاقا على سنجار وسنجار لحد الآن مدينة مهدمة لم يعاد بناء الطرق لم يعاد بناء الأبنية لم يعاد بناء المستشفيات البعض يعتقد أو يصف حقيقة سياسة الفريق السنجار عبارة عن معسكر حتما وتكثر فيه الحشود والفصائل نعم يعني مواقف عسكرية أكثر ما هي تشعر بأنها مدينة لكن يعني وقبل الخوض بما هو واقع ينبغي أن يطبق لتنفيذ اتفاق سنجار أو إيجاد حل لسنجار من وجهة نظرك إلى أي درجة يعني واقع سنجار الآن المضطرب الذي لم تستطع اتفاقية سنجار حل يؤثر على أقلين كردستان يعني أقلين كردستان وتحديدا أربيل مهددة من هذا الواقع الذي هي عليه سنجار الآن هو أصلا كما تعلم بأن قضاء سنجار ليس تابع من الناحية الإدارية لإقليم كردستان الإراء نعم يعتبر حسب المادة 140 من المناطق التي لم يقر يقر إدارتها يعني هي على سهل نينوة نعم نعم يعني تسمى في الدستور حسب المادة 140 بالمناطق المتنازع عليها لأن هناك مناطق متنازع عليها تابعة للموصل يعني كل منطقة سهل نينوة شيخان وسنجار وبعشيقة وكافة هذه الكيف وكل هذه المناطق برطلة أي برطلة كل هذه المناطق وأيضا مناطق تابعة لأربيل مثل مخمور وديبقة والقوير وغيرها ومناطق تابعة يعني كاركوك وكل مناطقها إلى بدر وجصات ما عدا الحويجة والرياض وهذه المناطق ومن بعدها منطقة طوص خرمات والتابعة إلى محافظة صلاة الدين ومن بعد مناطق خانقين إلى وسط كما قلت لحد الآن هي من الناحية الإدارية تابعة للحكومة الاتحادية ولكن الصراع الموجود على سنجار كما قلت هو صراع سياسي يعني سيطرة سياسية سيطرة عسكرية على سنجار وإدارية يعني من كل النواعي أصبح صراعا إداريا سياسيا وجغرافيا أربيل متضرر سياسي الفريق من هذا الارتباك في سنجار حتما يعني تعتقد بأن سنجار بؤرة توتر وخطر أمني على أربيل لا لا لأن سنجار بعيدة يعني عن المركز عن أربيل وحتى عن منطقة تقليم كلستان هناك مسافة واسعة ما بين سنجار وما بين المناطق الأخرى يعني حتى في بعض الأحيان يعني البككة تنزعج أربيل من تصرفك حتما هناك صراع ما بين حزب العمال الكردستاني لأن هناك صراع سلطة سلطة عسكرية على المناطق الحدودية كما تعلم بأن حزب العمال الكردستاني ومسلحي منتشرون عن الحدود السورية التركية العراقية بطول الخط يعني إلى حد قنديل ونزول النزل ونزول حاليا يعني بعد الهجمات التركية وسيطرت تركيا على مسافة طويلة حوالي 200 كم حدود عراقية تركية ودخول القوات التركية إلى عمق 40 كم على طول هذا المتين كم جبرت البككة إلى الدخول إلى عمق المناطق العراقية إلى النزول إلى مناطق أخرى على الحدود السليمانية بدائل للابتعاد يعني ابتعاد عن هذه المناطق لأن لم تبقى لها مناطق لذلك سنجار يعني صارت بديل سنجار بديلة عن قنديل سنجار بالنسبة لكما قلت بالنسبة للبكة كما انطقت نفوث إليها وسنجار هي حلقة توصل ما بين سوريا وما بين العراق وما بين تركيا بالنسبة للمسار لذا فإنها تعتبر سنجار من الناحية العسكرية الاستراتيجية لها مهمة جدا خاصة جبل سنجار وكما تعلم هناك صراع ما بين حزب العمال والأحزاب الكدستاني وخاصة مع الحزب الديمقراطي الكدستاني وهذا ليس خافي على لا أبدا يعني يعلن الرئيس البرزاني عن إشكالية وجود البككة يعني قرب أربيل أو قرب أقلين كردوسا بشكل عام لكن أنا حقيقة سر سؤالي عن تأثير البككة على أربيل هو لماذا أربيل لا تضغط بالضغط الكرد المعتاد على بغداد لأجل تنفيذ هذا الاتفاق أم وضع السوداني يختلف عن وضع كردوس ضغطات موجودة ودائما مطالبات موجودة حتى قبل مدة قريبة هناك بيانات رسمية من قبل وزارة الداخلية للحكومة الاتحادية الحكومة الأقليم وأيضا من قبل رئاسة وزارة حكومة الأقليم وتطالب بسرعة تنفيذ الاتفاق المبرم ما بين الحكومة الاتحادية وما بين حكومة الأقليم لتطبيق اتفاقية السنجار يعني هي تطالب يعني دائما حكومة حكومة الأقليم تطالب الحكومة الاتحادية بتطبيق القرار لأن القرار هو يعني الاتفاق هو لمصلحة من الممكن بعض الأحزاب السياسية في الأقليم يعني لا من الممكن يعني هو هكذا يتفهم تتفهم بعض الأحزاب بأن الاتفاق هو اتفاق كان فردي نار لمصلحة فردي ماذا تقسم يعني من الناحية المصلحة السياسية هو أكثر لمصلحة الحزب الديمقراطي الكردستاني لأنه بغداد أيضا لها مصلحة طبعا بغداد إلى مصلحة يعني لأفهم أنها مصلحة مشتركة وليست مصلحة بغداد مصلحتها بأن يقر الأمن في داخل مدينة السنجار يعود المواطنين يعني الإيزيديين من سنجار إلى كل المكونات الأخرى وكل المكونات الأخرى إلى ما أعقهم إعادة الإدارة إلى سنجار إبعاد القوات المسلحة الغير رسمية من سنجار يعني الآن حتى منصب مقام سنجار كان للأساد ماجد شنقالي على ما أذكر سحب منه لا كان هو أصبح عضو برلمان هو عضو برلمان لكن ما كلفته أحد بديل أنه لم تستطيع نعم كلفوا أو أربين لم تستطع كلفوا آخر ولكن لم يتمكن من تنفيذ مهاما يعني تنفيذ مهاما لأن دائما كانوا سنجار يعني القوات الموجودة فيه سنجار خاصة من الآلي سنجار كان يمنعون عودة القائم مقام إلى إداء مهامي عسكريا سيادة الفريق معدرة عسكريا أربيل يعني حصلت عليها هجمات كثيرة ويعني بعض المصادر العسكرية تقول بأن أربيل قصفت من برطلة على سبيل المثال على سبيل المثال أو من هذه المناطق التي تقع تحت سيطرة بعض الفصائل المسلحة هل بالإمكان أن يتكرر نفس السيناريو ولكن من سنجار يعني كان في ذلك الوقت هناك قصف في جميع مناطق العراق لأن كما تعلم لا تحديدا في أربيل أنا أعرف حتى أجزب إشكالية خطر سنجار على أربيل لا لأنه كان مرتبط بما كان يحدث في أيضا في قصف السفارة الأمريكية في مرداد وقصف المواقع الأمريكية وقصف مطر أربيل عين أسد وغيرها ووضع الألغام على الطرق التي كانت تمر بها في جنوب العراق الأرتال إلى البصرة أو الميناء والعودة يعني كان هذا نفس الموضوع يعني حتى كان يقصف المنطقة الخضراء وحتى قصف بيت رئيس الوزراء على حدود المنطقة الخضراء يعني كان هذا الوضع عام صح واحد لأنه كانت هذه الفصائل تعتبر تواجد القوات الأمريكية مثل ما كانت تقصفها في بغداد وعلى الطريق العام أو في المنطقة الخضراء أو في عين الأسد نفس الشيء تقصفها الموجودة في أربيل في المطار يعني فيما بعد أنه رسائل سياسية ولكن عندما قل أو منسوب هذا القصف وخاصة بعدما تشكيل الحكومة والحقبة الوزارية الجديدة نناحظ بأن هذا القصف لم يوقع لا في بغداد ولا فيه أيضا في أطراف أربيل كان الوضع واضح واضح سياسية الفريق المرتبط مع بعض معذرتك القصف الذي كان في بغداد أو على طريق رئيسي في جنوب العراق أو في بعض المناطق تقوم به بعض الفصائل وتعلن هذا بوضوح لكن إذا جرى في سنجار فهذا موضوع مختلف ربما تقوم به فصائل جزء حزب العمال الكردستاني أو من يرتبط به هل هذا وارد؟ لم يحدث فيه سنجار وإنما الذي حدث دائما كان القصف يطيل بعض الأطراف أربيل أو مطار أربيل يعني دائما لأنه حسب اتهامات هذه الأطراف بأن هناك قواعد أمريكية وقواعد عسكرية لدول التحالف وهي تطالب بإخراج هؤلاء يعني لم يحدث فيه قصف دائما القصف كان يطال هذه المناطق هل ممكن؟ يعني خلينا تكلم ببعد عسكري هل يعني يطال صاروخ يطلق من سنجار لا لم يتم هو لم يتم لكن هل ممكن ناحل عسكري لا سنجار بعيد جدا عن أربيل ولا يتمكن أن أي نوع من السلاح الموجود لدى هذه المجموعات المسلحة أن ينصر مسافة ولا مسيارة لا لا المسيارة احتيادية ممكن توصل عزيزي المسيارة حاليا اليوم أنا ذكرتها في الاجتماع الأخوان تكلموا عن الحدود وعن مراكز الحدود يعني احتمال هناك مخافر حدود ولكن أكثر الحدود لم تصل هذه المخافر إلى النقاط الصفرية يعني لم تصل على الحدود في مخافر بعيدة 60 كيلومتر عن الحدود التركية خاصة لأن هناك قوات تركية مثلا أنا ذكرت اليوم طائرة مسيرة تركية طائرات ليست طائرة مجموعة طائرات مسيرة تركية قصفت قرية شرق السليمانية اسمها قلالة وقصفت داخل القرية في مطار السليمانية قبل فترة يعني تبعد حوالي 300 كيلومتر ما بين البلدان تدار المسيرات يعني هذه المسيرة لكن أتكلم عن المسيرات البداية لا أتصور المسيرات البداية التي احتمال تتمكن ل 20 أو 30 كيلومتر أو 40 كيلومتر ولكن هذه المسيرات التركية تتمكن أن تذهب إلى مساغات 340 كيلومتر وتتمكن أن توقع حوالي 24 ساعة في السماء يعني دائما تكون في السماء لا أتصور من سنجار هناك أي مكانية لقصف مواقع محددة في أربيل أو في أو مواقع الآن سيادة الفريق لو يعني حتى نختم بخلاصة ما ينبغي فعله لتنفيذ اتفاق أمني في سنجار ما هو تصورك العملي لمثل هذا تصور العملي أولا يجب أن تكون هناك لجنة واقعية ليست لجنة تنبعث من أفكار سياسية أو لها تأثير سياسي عليها لجنة أكاديمية فنية يعني فنية ليس لها اغتباط بمصالع أحزاب السياسية تذهب وتتدارس لماذا يتمكن تطبيق اتفاق منذ حوالي سنتين ونصف أمم المتحدة تحالف دولي وحكومة أربيل وحكومة بغداد ولم تستطع تنفيذ الاتفاق لأبعاده الأمنية لا مو بس فقد الأمنية فهدوا الأمنية السياسية العزب لا يقبلون يعني تقول اللجنة تذهب ويعني تحقق ما هو الخلل في هذه الاتفاقية لماذا؟ لأن كما تعلم في أتصور في زمن في زمن سيد دولة رئيس الوزراء الجديد نعم محمد الشيح السودان محمد الشيح أو مصف الكاظمي نعم جاءوا مجموعة كبيرة من من سنجار واجتمعوا يعني من كل الجهات المختلفة من سنجار واجتمعوا مع رئيس الوزراء يعني خلال هاي ستة شهر أتصور يعني إذا خلال هاي ستة شهر فمعناه في زمن حكومة السودان إذا أبعد لا أعرف بالضبط كيف ولكن حكومة تصريف عبر يعني أنا لاحظت هذا الخبر في الإعلام بأنه مجموعة كبيرة من أهالي سنجار ومن من جميع الجهاد والفصال اجتمعوا وقدموا آراءهم حول موضوع الاتفاقية كان رأيهم الرئيسي بأن الاتفاقية لم تأخذ آراءهم يعني لم تأخذ آراء أهالي سنجار ولم تعود الخدمات لحد الآن لسنجار ولم يعود الكهرباء والماء وكل الخدمات الأخرى كيف يعود الأهالي إلى سنجار وكيف يعني تكون هناك اتفاقين من دون أن يعلم الأهالي غير تفرض الدولة سلطتها حتى تترجع المي والكهرباء والغاز فرضت فرضت في البداية دهرت قوات الجيش وأخرجت من بعض المناطق يعني من وسط سنجار كل الفصائل الموجودة المسلحة إلى خارج مدينة بس ما طلعت عملية يعني يعني لو طلعت مرة ترى هذا هذا نصف الاتفاق لا ما خرجت مئة بالمئة وإنما فقط أخرجوها من داخل مدينة سنجار يعني أنا أيضا مع هذا أذكر من نصوص الاتفاق يعني معي دقيقة تقريبا من نصوص الاتفاق هو أخراج كل الحشود وفقط الجيش والشرطة محلية من أهالي المدينة وجهاز المخابرات نعم على أساس كل القوات الأخرى تبتعد عن سنجار تخرج من سنجار يعني أي حزب مسلح ما يبقى في سنجار ثانيا يكون هناك قائم مقام في سنجار يعني الهدارة هو قائم قام واحد لأن هناك حاليا أنواع التسميات موجودة قائم مقامات موجودة وأيضا يعين حوالي ثلاث آلاف من الشرطة من أهالي سنجار كشرطة لحماية المدينة ولكن حتى على الشرطة هناك تنافس أكيد يعني أنا في الاتحاد أقول يجب أن يكون هناك من الاتحاد والديمقراطي يقول من الديمقراطي وأهل اليزيدين يقول من اليزيدين واليبشة تقول من اليبشة وهذه هي المشكلة يعني هذه المشكلة الأساسية أسأل أن نلتقي في لقاء لاحق سيادة الفريق وهذه الأزمة محلولة يعني يعود أهل المدينة أنا أتمنى ومن هم خارج المدينة يعودوا إلى أماكنهم الخاسرون فقط أهالي سنجار أنا أتمنى بأن يكونوا هناك حل واقعي لسنجار ويعود الأمن ويعود الأهالي إلى سنجار ويعني تبتع السنجار عن كل هذه الاشتدابات السياسية والعسكرية شكرا جزيلا سيادة الفريق فريق أول جبار ياور الأمين العام السابق لوزارة البيش مرقى على هذه الفرصة وسعدها بيقاف شكرا جزيلا شهد الكرام نلتقي أيضا في لقاءات اللاحفة على هامش ملتدى العراق لاستضافة شخصيات الأخرى شكرا جزيلا وإلى اللقاء